تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 108 قضايا تمونية بمضبوطات تصل إلى 115 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلعي الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 55 طن سلع غذائية مختلفة كما تم ضبط ما يقرب من 17 طن دقيق مدعم وسكر تموين وأسمد مدعمة و5400 أسطوانة بتجازة وذلك في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 12 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط أكثر من 28 طن أسمنت